السلام عليكم ومرحبا بكم اتمنى ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكونوا في صحة جيدة يا رب كما كنت شاهدون انا مع تحضيرات رمضان وكايني تاني ما زالهم يكونوا خدامات مع التنظيف وكلش اليوم اقررت ندل لكم وفيديو هذا متنوي حتلقوا فيه ان شاء الله شوية من كلش اول حاجة نقيت هاداك المعدنس تاعي ونحيط له الورقة هادوك السفورة وهاداك الحشيش الزايد لما نسحقوش من بعد شليتو تشليلة اللولا نحيلو كامل هاداك المالي مشي مليه ونزيد نحاول نشلو تشليلة تانية في تشليلة تانية اهنا ندر زوج مغارف تعخل ما نكتروش بزاف بشاكده يقعد محافظة للونتاو اهنا يجبتو في هادا القطارة اللي صراحة ان رائعا نصحكم تشروها سختو في شلادة معاله جاي رمضان والداركي تكون فيها يعني الله يبارك فيها الغاشي يستعملوها بزاف وتنقي لهم الشلادة بالطبع تقطرها لهم ولا حشي شو المعدنوس هاي لو سارتها مشي غالي شوفوا لما كيفاش يخرج بيد يشعل وهنا يتاني هادا الكرافز نقيتو ودرت له نفس الطريقة اللي استعملت بها للمعدنوس انا عندي روبو اهنا روبو علي استعملتو بشي يسهل عليها وفي نفس الوقت نربح الوقت ونربح الجهد انت يا ايدا عندك موس اه وما عندك شهده نغمال استعملي الموس ولكن حيشدلك برك الوقت هي نفس الطريقة الوقت برك اللي حيشدلك الوقت هنا وشندين حطهم كامل فالروبو بهذا الطريقة ونرحيهم ونبعدو كنشوفو الطريقة بعد ما نرحيهم نجيب ليه ملتع السيليكون ونحطهم في ليه ملتع السيليكون هنا كيما قلت لكم كي اللي ما زالهم مع التنظيف ما ننساوش كيما نطفو الدار وكيما نوجدو تحذيرات رمادان ما ننساش نطفو قلوبنا لان اهم حاجة اهم حاجة قبل رمضان هي النية وتاني تطهيرت على القلوب نتمنى ان شاء الله يا ربي تطهر قلوبنا جامعا ان شاء الله ممليام يسمعوا فيها اذا كنتي مش متفاهمة مع عجوزتك مش متفاهمة مع الوستك مع اختك مع قرب الناس لازم عليك تبدل الخطوة الاولى وتطلب منهم اسماء حكاب شرمدان يدخل علينا بالخير والباركة كيما قلت لكم اهم حاجة تطهير القلب لان فيه باركة كنت هروا القلب بتاعنا ربي حينزل علينا الباركة في كلش في المنزل تاعنا في الاولاد تاعكم في الازواج تاعنا في كل حاجة حتى في صحتنا ربي يطيح علينا الباركة هنا وشندين دير حوالي ملعقة كبيرة فقط انت اياه إلا كنت داركم يعني لفهم متاحة كبيرة تقضي تستعملي زوج معالق هنا وعلى شرحيت هذا المعدنوس رح نخص فقط للتتبيلة تتبيلة السمك تتبيلة الحوت السردين الجاج يعني هذا وعلى شرحيته لان انا الجوازات والطواجن نستعمل المعدنوس يكون فري هنا كنت تقضي ديري الزيت ولا انا جاني شوية غالي بش ندير الزيت هكا ونحطه ما قد نستعملي يعني هكا الماء بش كامن يقضو يديره هي ممكن تديري الزيت تتجبدي هكا واحده قطعة تاع المعدنوس و تحطيها في الغزيبون تاعب من بعد تضيف عليها لزيفس هداك الزيت كامن احا تعاودي يعني تسحقيهم الشي ما حاشي يروح خساره ونغطي هكي ماء هكدا وندخلها للمجمد حوالي ساعة ولقسمة الجمد ونحطهم في علبة يعني بنفس الطريقة نستعمل الكرافز هنه هي الكرافز حطيتو في هدو تعليجو طب ايش هكا اي بحده ما يكونوش عندها ليمون تقدر تستعمل هدو ليقوبلي والسعر تاعهم بزا فرخيص عشرة 8000 ولا 7000 يغطيكم ميات انكاس كما لا تشوفو يعني السعر تاعو بزا فرخيص تستعملو في الحميصة تستعملو في كديرولة سوسة على البيتزا تحطو كل يعني كل كمية تحطوها في كس وتحطوه في المجمد هذا اللي درت الكرافز تكونو نحطوه في العلبة ثاني نمعد نص نحطوه بنفس الطريقة في العلبة كما قلتلكم اهم خطوه لازم نقومو بها هي تطهير القلوب هكا بش قلوبنا يكونو صافين مع احبابنا وتاني نقطة مهمة بزاف هي التلفاز نعرفو بزاف نساء شوفو تليفيزون انا من الناس اللي تحشق انتجر نحب نشوف لا تيلي نحب نشوف تليفيزون نقدر نستغنى على التليفون ومنستغناش على التليفيزون ولكن غري الحق سيدنا رمضان اقسمنا لكم بالله غم ما نشعلو وانا مدمينة على يعني ما نشعلوش كامل وعليش ما نشعلوش نخاف وكا نشعلو نشوف بيبليزيتي تعكش فيه يعجبني نلسق فيه نقعة نقود نشوف غير هذا المقطع نزيد نشوف المقطع الثاني حتى نعشي شفت الحلقة وغضوه من ذاك نستناها بشوق لذلك لتكون الايمان حيكون شوية ضعيف وتخاف تغلط معلكم غير ما تشعلوش كامل التلفاز ولا اذا شعلتو خلوه قناة تعلق القرآن ولا ديرو زي ما خطى قرآن خطى ساميرا تيفي باش تحبوه هكا تشوفو الوصافت وحاولو تبعدو متقلبوش يعني حفظو الراقب تعلق تعلق قناة وديروه مباشرة هكا باش وحده ما تغلط لان عفوه بزاف ناس ميديروش تجهيزة ترامضان نقول لك انا ديت هاد الفكرة وفي رمضان وش نقعد ندير وتلقيها في رمضان نهار كامل وهي مع التلفاز وخاصة في هذا الوقت لانا فيه تلفزيون فيه غير الحاجة يعني ما فيه حاجة هادفة في سيدنا رمضان ما فيه حتى حاجة يعني فيه الحاجة غير اللي تكون غير هادفة نتمنى تخذوا بهذا النقطة بعين الاعتبار لانه كنت تخذوها بعين الاعتبار اكيد رمضان حيجي لكم هايل وحتختنموا كل وقت كل دقيقة فيه تختنموها تختنموها بالعبادة بقراءة القرآن بالصلاة بالنوافل بالذكر يعني يكون دقيقات الدكر ربي سبحانه بالاستغفار كاي بزاف حاجة نديرهم في سيدنا رمضان وما ننسوش تعني نقطة مهمة جدا كاي الناس يقولك انا ما نقعوش بزاف نطيب ورمضان تعيب هذا صح رمضان تعيب هذا ولكن ما ننسوش نزينو هادك الطابلة تعني الافرة تعالع العائلة رمضان يجي مرة في العام ما يجيش كل يوم الطابلة كي تكون مزينة وكي تكون مشبح الله الله وهذاك الطابقة يعني مشهه والعائلة تعك تفرح وتكون سايمة هادك تاني تكسبي الاجر من عنده ربي سبحانه ربي راح يعظمك على هادك التعب بتاعك ويحتاسبلك هادك الاجر مايروحش هكذاك خساره بالنسبة لهذه هاده هي طريقة تا استعمال الكرافز ان شاء الله هدوك نشارك معاكم هاده لازو بتاع البسباس جاتني حايله وهنا ايا انجو نشمخو الحميصه تعنا انا استعملت الرطل رطل دالي عشرة كيسان عشرة هادوك لي قوبلي يعني رطل خليته يشمخ لي لا كاملة في الماء الماء عادي ما دقتلو ولا شيء من بعد حطيتها تغلي يعني قسمة خلها طياب ونصفيها نخليها تبرد ونحطها في لي قوبلي كيما تفهمنا ما ننساوش نكرمو العيلة تعنا نحطو لهم اطباق موشهية ولكن طبعا ما يكونش تبدير مثلا ينادرتي شرباء دي بوراك شلاده وكشدو زيان بلا غضوة من ذاكي لا قعدت لك الشرباء ولا اخر ما زيتش تعاودي شرباء جديدة وهي رايحة هكا تكسبي الوقت تربحي الوقت وثاني العيلة تعكلت مكلها هيلة وتقدر غضوة من ذاك تصوم ويجي عندها الطاقة وراي فرحانة وعند ربي تكسبي الاجر بالنسبة للحميسة الي لقيت وحدها خضره ولا مشي مليحات قضوة نحوها اهنا وجدرت الهدرة الماء عادي من ديروش الملح اللوبيا والحميسة الي درتوا لهم الملح كي يجوا يغلو اكيد ما لاحاش يطيبوا لكم نخليها حتى تغلي انا ولاغر اهنا بلغتها وطابت لي بطوع خليتها غير عشرين دقيقة طابت لي حتى وجيت حطيتها في لي قوبلي كيما قلت لكم جوني عشاء كيسة كيسة حطيتها في المجمد كنا في كنا في سيدنا رمضان هكا نختار مول فرصة ممكن وجدو هادو التحضيرات مقبل يكون عندنا الوقت في سيدنا رمضان باش نستغله في السالة وكذلك حبيت انبه نقطة مهمة لما تصليش تصلي في رمضان هكا باش ما بدي الحق رمضاني خلاص هي تكون والفتسلات يدخل عليها العيد تلقى روحة خلاص والفتسلات وما تضيش كامل تقطحها وما تنسوش تنضيح القلوب مع أحباباتكم مع أصحاباتكم مع جيرانكم مع الأهل التاعكم تسامحوا كي تتسامحوا حتنزل الرحمة هذا واش نقدر نقولكم وما تنسوش تقولولي انتوما إلا تشوفو في رمضان لا تلي يعني بكل ميز داقية إذا تشوفو ولا لا لا ما تقولوليش حنا نشوفو لي سكات وهكا أنا ما نشوف والو حتى موسيقى هكا تعلي سكات ما تدخل في ودني باش نختانم كل دقيقة في سيدنا رمضان وانا من نسلي نعشق سيدنا رمضان لو كنصب ما يخلاش على مدار العام يعني وانا صايمة ونحس بهادوك الأجواء نفرح بالبزة وهدي هي طريقة الحميسة نشوفو كيفاش نخرجوها بكل سهولة يعني ما نتعبوش كامل فيها كيما قلت لكم ما ننسوش تخلولي وليها حتب حديث عمام الفات تشوف لا تلي معليناش معلش ولي رح يعني تقول لي ما حاش نشوف التلفز هكا باش نتشجعوا كامل مع بعض ونضيروا اليد في اليد ونكونوا يد واحدة يعني كيما يقول لك على السراء والدراء وهنا جينا للمائيس طلبوه مني بزاف طريقة صدقوني هذي الطريقة رائعة يعني حيشد لكم مدة طويلة انتي يشديري مش يعلبه جديدة تفتحيها كما انا انا فتحتها في خاطركم يعني انتي اول ما تشريها ان هذي تستعمليها ويقعد لك هذك النصف ديري لها حطيها فيه وزدي عليها كمية على الخل ما رحاش تشد لك الخل بزاف يعني ترفض لك غير واحد الفنجر وحطيها في التلاجة رح تقعد لك حوالي 15 يوم تقدر تسلحق لك حتى الشهر ولكن نصيحة مزيت فكرتها ما تحطوهاش دخل العلب تكون بلاستيكية يستحسن تحطوها دخل علب زجاجية حكابش مايتفاعلش الخل مع هذك البلاستيك وهادو هم النصائح والتدابير تعلية نتمنى الفيديو تكون عجبتكم ما تنساوش اللي عجبتكم وكنتي اول مرة تشوفي قناتي ما عليك غيرتشتركي في القناة وتفعل الدرس ليسيلكي كل جديد سحار مدانكم انشاء الله يدخل علينا بالصحة ولهنا يعني مازا انشاء الله يدخل علينا بالصحة ولهنا بقبل اخير تهلا في الواحدكم والفيديو لاحق ان شاء الله مع السلامة